عقله موجود وكأنه مش موجود عقله كأنه مش فيه لأنه مش عارف يفكر على فكرة العقل ده نعمة كبيرة جدا طبعا نعم ربنا طبعا إحنا ليه مش بنشغله عارف ربنا لما يخاطب دايما اعماله واعماله في الخير والألباب العقول والناس اللي عندها عقل وتفكر فتقود إن في ذلك الأقلات اللي قومي يتفكرون ناس اللي بتشغل العقل فالنهاردة أنا مش عايزة أخد الظاهرة دي ظاهرة وعممها لا خالص بس لازم نقول دول عقبهم إيه عندي ربنا عقبهم كبير جدا ومسألة عقوق الولدين هنا مع الزمن الحديث الدنيا تلخبطت دخلت في بعض آه يعني دخلت في بعض يعني يقولك إيه لا ما خلاص بقى إيش طبعا أنا صلحتها وهي تمام آه ما خلاص بقى هي بس اسمحي لي أقول لحضرتك إن الأم والأب عليهم جانب كبير آه يعني إزاي أنا لما ألاقي الطفل كده بقى خمس ست سنين ويروح ندهلي مثلا بإسمي أو مثلا نيفين آه أضحك أنا آه أو حفيدي أضحك مع أني لازم أقول له عيب وما يصحش عشان ما نشبع على شيء شابع عليه آه إنت النهاردة بتزرع إيه وبتعلم إيه وإنت بتزرعي إيه إيه القيمة اللي بنحطها في الأولاد الصغارين في حين إن أنا عندي حد أعرفه بيجيلي في المكتب بتاعي آه ويجيلي إبنها تقول لي عايزة حفاظه القرآن ولد صغار كده عايزة يطلع كده يتشبه بأخلاق الرسول ببقى فرحانة صدو الأدي إيه كام في المجتمع الباقي بقى بيتشبه بالغرب وعايز يقلد وعايز يبقى زيهم والبنطلونات المحاكمة صدو كم كل الغرب يا دكتورة نيفين يعني بيعمل ده ومش كل طبعا الفكرة إن الواحد يبقى حافظ كتاب ربنا ده شيء عظيم ويتطبق ويتطبق لكن مش كل من هو مش حافظ كتاب ربنا برضو بيعمل كل العقوق دي لا صحيح هي مش اللي أنا لما بتكلم مش بتكلم إنها الكل نعم بقول إيه معظم إلا من رحم الله أي معظم اللي موجود دلوقتي النهاردة يعني بعيد عن الدين ولو أنا النهاردة رجعت في المدارس من الصغر طبقت مادة التربية الدينية فرد وفي المجموع تي عايزها تبقى جوة المجموع وأناشن من هذا الممبر أطالب بيها إن تبقى موجودة وعلم قد إيه الدين بتاعنا وإيه الأركان وإيه عقوق الوالدين واشوف الظواهر اللي في المجتمع الشزة وحاول ووجدها في المناهج مش مجرد شوية أحاديث وخلاص طيب اللي بيقتل أمه أو تحديدا هنا القب بيبقى القتل كده عشان المراس لا ما هو ده يحرم القاتل لا يرث القاتل أساسا يحرم يعني أبشر يا حبيبي لو كان عندك نية أنك هتقتله ومش هيتعرف مثلا أو بتاع عشان هتاخد المراس مجرد ما يتحقق ويثبت أنه القاتل القاتل لا يرث لأن أنت استعجلت إرث وأخذت حقك فعندنا الحديث كده أن القاتل لا يرث يلا مع السلامة خلاص حقك راح ده في الدنيا ده في الدنيا وفي الآخرة بقى ما احنا قلنا لسه الآية القرآنية ده ربنا هيلعنه وغضبان عليه وهيدخله أسفل أسفلين في نرجهانه هل يفضل برضو بحكم الزمن أن الناس تكتب وصياتها وتوزيع المراس على عين حياتها زي ما بنقول لا